قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم رئيس سوريا المدريد يبعد إبراهيم دياز عن المنتخب الوطني المغربي الأولمبي حكيمي ونجم المنتخب يتفاعلون مع إنجاز سوفيان رحيمي مع فريقه العين الإماراتي بريسان جرمان يرفض بشكل نهائي السمح لحكيمي بالرحيل عن الفريق والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيمي الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد أخبار رئيس سوريا المدريد يبعد إبراهيم دياز عن المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي يتجه فلورونتين باريس رئيس نادي ريال مدريد الإسباني نحو منع مشاركة إبراهيم دياز اللاعب الدولي المغربي في الألعاب الأولمبي الصيفي المقبلة بباريس مع المنتخب الأولمبي المغربي مسؤول الجامعة الملك المغربية لكرة القدم حاولوا إقناع باريس بالسماح لدياز بالمشاركة في إليوز القدم إلا أنه اعتذر ورفض بناء على تزامن المسابقة مع الفترة التي تكون فيها الأندية الأوروبية في دروة استعدادتها للموسم الجديد وذكرت صحيفة الصباح أن باريس يعتقد أن مشاركة لعبه في الألعاب الأولمبي ستحرمهم من الراحة الصيفية اللازمة وتتضعهم في حالة بدنية غير متالية لبداية الموسم الرياضي الجديد مما قد يؤثر سلبا على أداء الفريق وصورتها الجريدة أضفت أن باريس كان صارما في موقفه حتى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طلب شخصيا السمح لكيليان بابي بالمشاركة في الأولمبياد لكن باريس رفض معتبرا الأمر غير قابل للنقاش وفقا للصحفة المقربة من الندي كما أوردت أنه لا يوجد قانون دولي يلزم الأندية بالسماح للاعبها بالمشاركة في الألعاب الأولمبي بخلاف ما هو الحال في مصابقات كبرى أخرى مثل كأس العالم والبطولات القارية وترغب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مشاركة كل من أشرف حكيمي لعب باريسان جرمان الفرنسي وأبراهيم دياز نجموري المدريد الإسباني وياسين بونو لعب الهيلة السعودية في الأولمبياد القادمة وتفكر في وضع يوسفانصير لعب إشبيلي كبديل المحتمل لدياز في حال استمرار تمسك الريال بموقفها أشرف حكيمي ونجم المنتخب يتفاعلون مع سوفيان رحيمي بعد إنجازه مع فريقه العين أظهر أشرف حكيمي لعب باريسان جرمان الفرنسي تفاعله مع الإنجاز الكبير الذي حققه النجم المغربي سوفيان رحيمي بعد تتوجهه بلقب دور أبطال أسيا وحصته لجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف بالبطولة القارية واستخدم أشرف حكيمي إيموجي القلب في التعليق على الصور التي شاركها سوفيان رحيمي على الإنستغرام والتي توثق تفوقه مع ندي العين الإماراتي وسيطرته على الجوائز الفرضية في دور أبطال أسيا وكان حكيمي ليس الوحيد الذي أبدأ إعجابه بإنجازة رحيمي بل انضم إليه عدة لاعبين من المنتخب الوطني المغربي أبرزه مونير المحمدي عادي التعرب جواد اليمي قيوس فانصاري وآخر إضافة إلى زميلي السابق فرجاء رياضي عبدالإله الحفيظي حيث تشارك في التعبير عن دعمهم وتقديرهم لهذه الإنجازات التي حققها النجم المغربي ولعب راجاء السابق سوفيان رحيمي الجدر بالذكر أن سوفيان قد أهدى تتوجه باللقب والجوائز للملك محمد السادس والشعبي المغربي ووالده الحاج يعري مؤكدا على عمق الروابط والتقدير الذي يحمله لوطنه وعائلته باريسان جرمان يرفض بشكل نهائي السماح لأشرف حكيمي بالخروج من الفريق تصر إدارة نادي باريسان جرمان الفرنسي على رفض فكرة التفرد في اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال الفترة المقبلة للانتقالات الصيفية وفقا لما أوردت تقارس عفية فرنسية اليوم الاثنين يظهر تمسك نادي باريسان جرمان بحكيمي كأحد العناصر الأساسية التي يعاول عليها المدرب الأسباني لويس إنريكي وحسب المعلومات الصادرة من موقع تسعين دقيقتنا الفرنسية يتضح أن باريسان جرمان يرفض جميع العروض المقدمة لضم أشرف بنية الاحتفاظ بخدمته لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد الموقع المذكور أن إدارة PSG تعتبر أشرف حكيمي كواحد من الأعمدة الرئيسية للنادي الذي يسعى المدرب لويس إنريكي للاعتماد عليه بشكل كبير في الموسم القادم وذلك بشكل خاص بعد تأكيدات حول الرحيل النجم الفرنسي كيليان بابي أسطورة مونشستر يونايتد يوشيدو بتألقي أمر رابط في مباراة السيتي قارن بول سكولز الأسطورة الإنجليزية لنادي مونشستر يونايتد اللاعب المغربي الدولي السوفيان أمر رابط بالنجم الإيطالي السابق جينارو غاتوزو بعد النهائي المتير لكأس الاتحاد الإنجليزي الذي شهد تتويج الشياطن الحمر باللقب اترى تغلبهم بهدفين لواحد على غريمهم مونشستر سيتي وقد دخل أمر رابط التاريخ كأول لاعب مغربي يفوز بلقب هذه المصابقة العريقة والتي تعد من بين قد أقدم وأشهر البطولات الكروية في العالم وكنسوفيان أمر رابط قد شارك أساسيا في المباراة النهائية دد مونشستر سيتي حيث لعب المباراة كاملة ووضع فيه المدرب الهولندي إيريك تينهاك تقته بوضعه في التشكيل الأساسي منذ الدقيقة الأولى مستهما بذلك في فوز فريقه وإنقاذ موسمها وأشهد أسطورة مونشستر يونيتد سيتي بالأداء المتميز الذي قدمه سوفيان مرابط في نهاي كأس الاتحاد الأنجليزي كما أشهد بالجهود الكبيرة التي بدلها في وسط الميدان لإيقاف تقدم المونسيتي وقد عبر سكولز عن تقديره لسوفيان عبر ستوري نشرها عبر حسابه الشخصي في الإنستغرام قائلا كنت متميزا ليه مثل غاتوزو ويعرف عن غاتوزو الذي عمله حاليا مدربا أنه كان يلعب بشغف وهمس وروح غتالية عالية سواء مع نديها السابق إساميلان أو مع المنتخب الإيطالي الذي فاز معه بمونديالا الفين والستة وعشرين وعقب نهائي كأس الاتحاد تحدث النجم المغربي سوفيان مرابطة عن مستقبله مع مونشستر يونيتد إنجليزية حيث يلعب حاليا على سبيل الإعارة قادما من فيرونتنا الإيطالية الذي لا يزال مرتبطا به بعقد حتى صيف الفين وخمسة وعشرين وأفد سوفيان مرابطة في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا وقال البقاء في مونشستر يونيتد هو بالتأكيد خيار أمامي نحن ذاهبون للمفاوضات مع إدارة النادية فليونيتد واحد من أكبر الأندية في العالم ومن لا يرغب في اللاعب هنا مؤكدا على أنه يريد البقاء لفترة طويلة مع النادي الأحمر لكن العديد من التقارير تشير إلى أن مونشستر يونيتد لن يفعل بند الشراء في عقد مونشستر يونيتد وسيعيده إلى فيرونتنا بعد نهاية الموسم الجاري يذكر أن سوفيان مرابط قد شارك في 30 مباراة مع مونشستر يونيتد خلال الموسم الحالي في جميع البطولات أغلبها من ذكة البودلاء حيث أن المدرب الهولندي إيريك تينهاك حيث أن المدرب الهولندي إيريك تينهاك لم يدع اعتقته في سوفيان أم رابط إلا في نهاية الموسم حيث قدم النجم المغربي أداء متميزا مع فريقه تلقى على إتره إشادات من الصحافة الإنجليزية ومن الجماهير إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم رئيس سوريا المدريد يبعد إبراهيم دياز عن المنتخب الوطني المغربي الأولمبي حكيمي ونجم المنتخب يتفاعلون مع إنجاز سوفيان رحيم مع فريقه العين الإماراتي بريسان جرمان يرفض بشكل نهائي السمح لحكيمي بالرحيل عن الفريق